اهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام الى هذه طاطية الاخبارية المستمرة معكم على شاشة اكسترا نيوز والتي نخصصها لمتابعة اتصطورات الاوضاع في قطعي غزة حرست جدا مش انا بس انا وكل المصريين على ان احنا نخفف ما امكن على اشقائنا في قطاع غزة احنا من اول يوم وحتى من قبل كده كنا حرسين جدا جدا على ان المنفذ بتعرفح يبقى فرصة يبقى سبيل يبقى مصار لتقديم المساعدات وايضا لاغاسة المطلوب اغاسته اكد ان احنا مستمرين وحنستمر في الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية حتى نصل ان شاء الله الى دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 وعلى سمدخل القدس الشرعية موقف واضح وحاسم اتخذته مصر منذ لحظة الاولى لاندلاع العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة معلنة رفضها القاتع للعقاب الجماعي والابادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال الاسرائيلي في غزة المزيد في سياق هذا التقرير المتابع منذ اللحظة الاولى لبدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ومن اجل وقف نزيف الدم الفلسطيني ورفع العدوان الجائر لم تتوقف اتصالة رئيس السيسي مع الاطراف الاقليمية والدولية من اجل وقف الحرب على غزة وانفاذ المساعدات الانسانية والاغاثية الى الفلسطينيين في القطاع المحاصر وفي هذا الصياق اكد رئيس السيسي خلال اتصالاته مع سكرتير عامل الامم المتحدة انطونيو جوتاريش ضرورة وقف اطلاق النار في غزة فضلا عن ضرورة العمل على ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره عبر انفاذ الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفقا لقرارات الشرايات الدولية وذلك للحيل التي دون تفاقم السرعة وارساء الاستقرار والتعايش بين شعوب المنطقة تلك المواقف المصرية الحاسمة لقد اشادات دولية واممية واسعة والتي جاء على رأسها تأكيد سكرتير العامل الامم المتحدة انطونيو جوتاريش تقديره لدور مصر الاقليمي كركيزة محورية للاستقرار كما اشهد جوتاريش بعد زيارته لمابر رفع بجهود مصر الضخمة لقيادة وادارة عملية ايصال المساعدات الى اهل غزة على الرغم من العراقيل والصعوبة الشديدة التي تضعها اسرائيل امام تلك العملية ليس ذلك فحسب بل اكدت المنصقة المقيمة للامم المتحدة في مصر ايلينا بانوبا ان مصر عملت على مدار الاشهر الماضية على انشاء شريان حياة انسانية الى غزة مثمنة الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر من اجل انفاذ اكبر قدر من المساعدات الانسانية والاغاثية الى المواطنين بالقطع وفي الوقت نفسه اكد مفاوض الامم المتحدة لحقوق الانسان فولكر تورغ ان معبر رفح البري كان بمثابة شريان حياة لأكثر من 2 مليون و300 ألف مواطن فلسطيني محاصر داخل قطاع غزة مثمنا الجهود المصرية في ادخال المساعدات واستقبل المصابين بمستشفيات العريش اتصالات وجهود مصري على آل مستوى قدمتها مصر وما زالت مستمرة في تقديمها من اجل وقف اطلاق النار ورفع العدوان على الشعب الفلسطيني الاهزل في وقت لم تتوقف جهود مصر على الصعيد الانساني من اجل انفاذ المساعدات الانسانية الى الفلسطينيين في القطاع المحاصر استشهد واصيب عشرات الفلسطينيين في قصف الاحتلال لمناطق متفرقة من قطاع غزة في اليوم الثامن والثمانين بعد المائتين للعدوان الاسرائيلي هذا وقصفت مدفعية الاحتلال حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة ما اسفر عن استشهاد ستة فلسطينيين كما استشهد واصيب عدد من الفلسطينيين في حي الشيخ ردوان شمال مدينة غزة هذا وقصفت طائرات الاحتلال مخيمات النصيرات وجباليا والبريج وسط قطاع غزة ما ادى لاستشهاد واصابة عدد من الفلسطينيين وجنوبا ثجرت قوات الاحتلال احياء سكانية غرب مدينة رفح الفلسطينية بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال على المناطق الشرقية من مدينة خنيونوس وصفت وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونرواه الاوضاع في غزة بالكارثية لفتة الى ان العائلات بالقطاع فقدت كل شيء وان الاوضاع تتدهور يوميا وسط قلة الغذاء والخيام ما يعرض حياة الضعفة الى الخطر المزيد في سياق هذا التقرير لم تتوقف معاناة اهل قطاع غزة على الاحتماء من الغرة الاسرائيلية المتواصلة او البحث عن الماء والغذاء والدواء لكنهم فقدوا كل شيء مع تدهور كبير للأوضاع فيما كان افتقد كل مشاعر الانسانية وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونروا وصفت الاوضاع في غزة بالكارثية لفتة الى ان عائلات غزة فقدت كل شيء وان الاوضاع تتدهور يوميا واستقلت الغذاء والخيام ما يعرض حياة الضعفاء للخطر في الوقت نفسه حضر 13 منظمة غير حكومية من تعطل وصول المساعدة الانسانية الى قطاع غزة الذي يشهد تكسيف للعملية العسكرية للاختلال منذ الاسبوع الماضي حيث ادت الاحداث الاخيرة الى تفاقم الكارثة الانسانية في حين تستمر المنظمات غير الحكومية في مواجهة العقبات التي يفرض استمرار العمليات العسكرية لاداء مهامها في ايصان ما يمكن من مساعدات للفلسطينيين في القطاع المحاصر ومع تصعود المخاطر ووصولها الى حالة الكارثة وصل جميع المرافق الصحية في جنوب قطاع غزة الى نقطة الانهيار بسبب قصف الاحتلال الاسرائيلي الذي يدي بحياة عدد كبير من الضحايا بحسب منظمات صحية دولية وتؤكد المنظمات الصحية الدولية ان معظم الفلسطينيين نزحوا من منازلهم مرة عدة ويعيشون بكمية قليلة من الطعام ومياه الشرب في مناطق مكتظة ما يجعلهم اكثر عرضة للاصابة بالامراد كشف تقرير جديد اصدرته منظمة اوكسفام عن استخدام اسرائيل للمياه كسلاح حرب بشكل منهجي ضد اهالي قطاع غزة في استخفاف واحتقار لحياة الانسان وللقانون الدولي المزيد والعرض التالي مع الزميل كريم الخولي اهلا بحضرتكم يستمر الاحتلال الاسرائيلي يوما تلو الآخر في جرائمه ضد الفلسطينيين في قطاع غزة جرائم ضد الانسانية استخدم فيها الاحتلال كل الاسلحة غير المشروعة بما فيها الجوع والعطش الذي بات يحاصر اهالي القطاع تقرير جديد اصدرته منظمة اوكسفام الخيرية البريطانية كشف عن استخدام اسرائيل للماء كسلاح حربا بشكل منهجي ضد اهالي قطاع غزة فيما وصفته باستخفاف واحتقار لحياة الانسان والقانون الدولي التقرير المعنون بجرائم حرب الماء يخلص الى ان قطع اسرائيل لامدادات الماء الخارجية والتدمير المنهجي لمرافق المياه والعرقلة المتعمدة للمساعدات قد خفضت كمية الماء في قطاع غزة بنسبة 94% لتصل الى 4.74% لتر يوميا للشخص الواحد اي اقل بقليلا من ثلث الحد الادنى المصابه في حالات الطوارئ تقرير اوكسفام اوضح ايضا ان الهجمات العسكرية الاسرائيلية الحقت اضرارا او دمرت خمسة مواقع للماء والصرف الصحي التحتية كل ثلاثة اياما منذ بداية الحرب وان تدمير البونيا التحتية للماء والكهرباء والقيود المفروضة على دخول قطاع الغيار والوقود ادى الى انخفاض انتاج الماء بنسبة 84% في قطاع غزة اشارت تقرير المنظمة الى ان اسرائيل دمرت 70% من مضخات الصرف الصحي وجميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي وكذلك مختبرات فحص جودة الماء الرئيسية في قطاع غزة وقيدت دخول معدات فحص الماء التابعة لمنظمة اوكسفام وان مدينة غزة فقدت كل طاقتها الانتاجية من الماء تقريبا كما صلت التقرير الضوء على تأثير النقص الشديد في الماء النظيف ومرافق الصرف الصحي على صحة اهالي القطاع اذ يعاني اكثر من ربع سكان قطاع غزة من امراض خطيرة يسهل الوقاية منها في الاصل بما يؤكد الحاجة الملحة الى اتخاذ المجتمع الدولي اجراءات حاسمة لمنع المزيد من معاناة سكان القطاع وبينت منظمة اوكسفام انها شهدت بنفسها عرقلة اسرائيل المتعمدة لأي استجابة انسانية فاعلة بما يؤدي الى قتل المدنيين الفلسطينيين داعية الى اتخاذ اجراءات عاجلة بما في ذلك وقف فوري ودائم لاطلاق النار تسمح اسرائيل من خلاله باستجابة انسانية كاملة وغير مقيدة وان تدفع اسرائيل فتورة اعادة اعمار البنية التحتية للماء والصرف الصحي شاهدين الكرام كان هذا استعراضا لاستخدام اسرائيل للماء كسلاح حربا ضد الفلسطينيين في قطاع غزة شكرا لكم على المتابعة ومستمر النقاش مع حضرتكم مشاهدين الكرام ونستقبل الان عبر الهاتف دكتور ايمن رقب استاذ العلوم السياسية بجامعة القدس برحب حضرتك يا فندم تحياتي لك ابدأ معك بداية بتقييمك للوضع الان في قطاع غزة مع كل هذا الانتهاك الذي يمارس في حقه من قوات الاحتلال الاسرائيلي برغم من التحركات الدولية بعد التحية لك اختي الكريمة لكل سادات والسادة المشاهدين والسابعين الكرام طبعا نحن نتحدث عن طبعا الزياد الوضع الانساني اولا في غزة سوءا يوم بعد يوم اليوم نتحدث عن 288 يوم من هذا الاجرام والقتل ضد شعب الفلسطيني اما ما شهد ومرأة من العالم نحن نخترب من نهاية عام بعد شهرين فنكون قد امضينا عام في هذه الحرب المسؤورة للشعب الفلسطيني دون مقدرة العالم على وقف ذلك يمكن اليوم او منذ امس تحدث تقارير اسرائيلية وليس تقارير عربية حاول انتشار بعض الابعاء منذ مناشاء الاطفال الاثنين والذي يندر بالفتك بشكل كبير جدا في الاطفال لا يكاد يوم يحدى في غزة بدون توديع طبعا الشهداء وعدد الشهداء يزاد بشكل كبير جدا نتحدث اليوم عن 39 ألف شهيد بالحد لدنا غير المفقودين والجرحى وواضح ان لا احد بصراحة قادر على كبح جماح ولا الاحتلال حتى اليوم يعني بعض التقارير العبرية ايضا وانا احنا سابعنا منذ الصباح لعلام العبرية يتحدث على ان نتنياهو يرفض التوقيع على صفقة بعد تصلاحات بلينكين بالامس المتفائلة بالوصول الى ارتطاط خاصة اعلن ان حركة حماس وافقت على المقترح الذي قدم من الوسطى ويتحدث عن مصر والدوحة والولايات المتحدة الامريكية وان الامر يتعلق في الان في الموافق حسب العلم العبرية ان نتنياهو يؤجل كل ذلك الا ما بعد زيارته الى عاشنطن وبالتالي العداد الشهداء يستمر والوقت من دم في غزة ورغم كل ذلك يعني ليس لدينا سبيل سوى ان يكون هناك امل انفراج عمل جديد بمقدرة المجتمع الدولي على الضغط على المحتلين لكبح جماح نتنياهو وجنوحه وهو والمتطرفين في استمرار في عملية القاتل وتابعنا حتى في موضوع الكنيسة الاسرائيل اللي طرح مرة اخرى تثبيت قبل قرار محكمة العدل الدولية مرة اخرى رغم انه كان في شباط الماضي اعتمد قرار بعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاد مرة اخرى قبل يومين ليؤكد قبل الدخول في ايجازة الكنيسة الصيفية الاسرار والتأكيد على منع الفلسطينيين مارسة حقهم بالطبيعي في قيام دولتهم ولكن دكتور ايمن بالحديث عن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية كيف تبعت هذا الرأي ومضمونه ما يمثله هذا الرأي وكيف يدعم القضية الفلسطينية في المرحلة القادمة يعني مهم ايضا وضع اختي الكريمة لكل السيدة والسادة المشاهدين وتبعين الكرام ان هذه الفاتوى من محكمة العدل الدولية غير مرتبطة بدعوة جنوب الترنق التي انضمت عليها عدد دول من ضمنها جمهورية مصر العربية في ارتكاب الاحتلال لجراء الحرب او ابادة جماعية في قضاء غد هذه قضية اخرى رفعت منذ اكثر من عام وهي بدأتها بالانطلاق من فلسطين جامعة الدول العربية الامم المتحدة والامم المتحدة طلبت فتوى بشكل واضح من المحكمة العليا حول شرعية الاستيطان وشرعية احتلال اراضي 67 انا اعتقد ان قرار المحكمة رغم انه قال نحن نتحدث طبعا بقرارات غير ملزمة انهم لا يستطيع ان يلزم الاحتلال ولكن بطوى مهمة جدا لفتبش الحق الفلسطيني وانا اعتقد انه انتصار لتاريخ نضالنا الشعب الفلسطيني وانتصار بصراحة للمواقف العربية التي ترافعت يعني انا اعتقد من تابع المرافعة المصرية في هذه الفتوى كانت مرافعة تاريخية حيث استذكرت في حين كل التاريخ منذ قرار التقسيم وما قبل ذلك منذ وعدة بالفربر ومنذ قرار التقسيم وانتهاءا باحتلال فلسطيني والحرب بعد 7 اكتوبر هذه القراءات كانت واضحة ومصر كان لها مرافعة جميعنا تابعها في هذا الامر الان الفتوى واضحة بعد مشرعية الاحتلال يبنى عليه بصراحة بالتوجه الى مجلس لمن ونستمنى ان لا يكون فيتو امريكي بخاصة الامريكان الحاكمين الان الديمقراطيين وافقوا على تمرير قرار 23-34 يدين الاستطان في ديسمبر عام 2016 وانا الاوان لان يتم اقل تخدير معنويا اعتراف العالم بمجملة بدولة فلسطين نحن نعلم ان من يحكم داخل تل ابيب سيرفض اي جراء الانسحاب من الاراضي الفلسطينية لكن انا نتوضع العالم في مواجهة هذا الكائن والليه تساء الممثل فلسطين رياض منصور في اجتماع مدى السلام للاخير هل بالفعل كما يشاع أن دولة إسرائيل فوق القانون وأن نتنياهو هو الذي يتحكم في العالم فأجيبه انا اعتقد الان الكرة في ملعب العالم ليجيب على هذا التساءل اما بالفعل أن دولة الاحتلال فوق القانون او ان لا احد فوق القانون الدولي والقانون الدولي هو صاحب السياحة هذا الرأي الاستشاري للعدل الدولي ألا يعد ذلك الرأي ركنا قانونيا مهما دكتور أيمن على طريق تثبيت دعم القضية الفلسطينية يعني لو جئنا للقانون الدولي بالفعل ركنا مهم جدا لأن أعلى جهة قضائية في العالم هي محكمة العدل الدولي عندما تفتي بهذا الأمر هذا يعني بشكل واضح نقضي الأمر على العالم أن ينفذ قرات محكمة العدل الدولية وبالفعل هذا قرار جهة تبرك مهم جدا في تثبيت الحق الفلسطيني لكن أختي الكريمة وكل أستاذ المشاهدين يعلم نعلم أن هذا العالم ظالم وأن هذا العالم الذي أسسه بعد الحرب العالمية ثانية سنة 1940 وللنصرة الأقوياء والحفاظ على مصالحهم ورغم كل ذلك نحن لم نيأت ولم نرفع الرأي ومصررين أن نحرج العالم أولا على صمته أن نحرج عالم على قرارات التي يعجبها على فلسطيني هو نعيد مرة أخرى يعني العالم تذكيره بجريمة التي تتكبها بحق الشعب الفلسطيني ولازمنا متمسكين باردن يعني اليوم بعد 76 عاما من احتلال فلسطيني هل فقط الفلسطينيين هل تركوا قضيتهم هل ترك العرب قضيتهم الأولى وهي قضية الفلسطيني لا بالعكس كلما استمر ذلك كلما كان هناك فرصة ومزيد من الإصرار الفلسطيني والعربي هنا خليني أسأل حضرتك وأخذ رأي حضرتك أيضا بالبيان الصادر عن الخارجية المصرية للرأي الاستشاري للعدل الدولية إلى أي مدى أصاب هذا الرأي الاستشاري للعدل الدولية صميم الموقف المصري تجاه دعم القضية الفلسطينية يعني أنا قلت أن مرافعة مصر في الفتوى وطلبهم مصر أن تقدم مرافعة في الفتوى فكانت المرافعة تاريخية بكل معنى الكلمة ونحن لن نجامل في هذا المرأة لأننا نتابعنا التفاصيل في هذا المرأة مصر معنية بشكل أو بآخر بينها هذا الصراع بالوصول إلى أن ينال الشعب الفلسطيني حقه تقيام دولة وهذا موقف مصر صراحة ثابت ويؤكد كل مرة حتى في الأشهر العشر من الحرب الموقف المصري كان موقف تقدم أقل تقدير سياسيا ثم بعد ذلك بشكل واضح وكبير إغاثيا وإنسانيا لغاث وبالتالي اليوم ببيانة الكارجية المصر الذي صدر أمس كان مهما جدا وهو أكد ورحب بقرار المحكمة وطلب أن يتحول إلى قرارات تنفيذية في إجراءات رسمية لإنهاء الاستيطان على رادي الفلسطينية وموقف المصري بصراحة منذ تاريخيا بصراحة لا أستطيع أن أقول فقط في هذه الحرب وموقف يقدر عاليا من كل المتابعين السياسي بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص ما الذي تنتظره إسرائيل من وجهة نظرك مقابل كل هذه الانتهاكات في القانون الإنساني والدولي أيضا إذا تحدثنا بمنطق الرأي الاستشاري للعدل الدولي يعني نحن الآن عندما نتحدث عن هذا الرأي الاستشاري وهو فتوى كما أشرنا وإذا أصدرت محكمة العدل الدولية أيضا خلال الأيام القادمة طبعا بيان بإدارة الجرام لإحتزال ضد الشعب الفلسطيني والإبادة الجماعية للأسف الشديد لا أحد يستطيع أن يكفح شماحه إلا الولايات المتحدة الأمريكية مظلوب الولايات المتحدة الأمريكية التي تستعد لا للانتخابات ونحن نعلم الموطيات وظروف الصراع داخل الولايات المتحدة الأمريكية بين الجمهوريين والديمقراطيين وأزمة إكمال بايدن المنافسة من سحاب وهذه الأمور يجب أن لا نسفع نحن سمنها الفلسطينية ولكن أنا أعتقد حتى للحظة إذا روح الموقف الأمريكي كما هو فنحن لن نشهد شيء في المرحلة القادمة وسنشهد قرارات دولية تكبح في مجلس الأمن من التحول إلى قرارات من مجلس الأمن وإذا لم يستند أي قرار من مجلس الأمن للفصل السابع الذي يجبر كل الأطراب باستخدام القوة إذا رفضوا ذلك فنحن للأسف سنجد سرعة قد يستمر عدة أشهر قادمة أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعات القدس شكرا جزيلا لهذه المدخلة بأجساد أنهكتها الهموم يبدأ سكان وغزة رحلة يومية محفوفة بالمخاطر للبحث عن الطعام والشراب مع كل صباح جديد داخل غزة يستيقظ الناجون من الغارات الإسرائيلية العشوائية على مهمات شقة نفسيا وبدانيا فمنذ اللحظات الأولى التي يفتح فيها المرء عيناه يجدو نفسه في ظلام غزة بواقعها المرير الذي لا يحمل إشارة تلوح في الأفق بأجساد انتهكتها الهموم يبدأ سكان غزة من كبار وأطفال رحلة يومية محفوفة بالمخاطر للبحث عن الطعام والشراب في الطرق الوعرة بين الحطام التي امتزجت بدماء الشهداء تحت صوت مدون لطائرات الاحتلال في شمال غزة وتحديدا في بيت لاهيا اكتظى عشرات الفلسطينيين لساعات من أجل الحصول على القليل من الطعام في ظل تفاقم أزمة الجوع داخل القطاع المكلوم احنا بنيجي من الصبح تقريبا بنيجي على ساعة عشر الصبح بنيجي الثانة عشان نستنى من التكيية اليوم عاملين لدينا مقتول هانا هاد التكيية سنعيجي نجيلها هانا من الصبح عشان مع وجه المغرب بنلحق لنا نوفق صحن انه مش انه يعني احنا لقبريات بنوكلش بنخلوا أولادنا يكلوا لانه دوب اصلا صحن يكفي أولادنا عشان احنا بنسيبوا لأولادنا يكلوا طبعا هذا كله بعد المجاعة اللي تصير عندنا في الشمال اللي تنزاد يوم عن يوم من أزمة طعام من أزمة مياه من كل نواع الأزمات بنعانينا من شمال غزة الا انه كمان بتزيد علينا أزمة اللي هي الجوع صرخات الجوع صوت يدمي القلوب يطلقه الصغير قبل الكبير يناشدون العالم بنظرة ولو صغيرة لترى الحقيقة الوحشية لممارسات الاحتلال اللا إنسانية إيش دا من أطفالنا ضالوا جعانين إحنا ليش يعني نتعاقب بالإعقاف إحنا كمدنيين لأن فهادة ولا فهادة إحنا مدنيين مناش مأو حتى إحنا كنا نشتغل جبع جد قوتنا اليومي إن لم يستشهدوا من العدوان انهاروا من الحصار حرب إبادة يرتكبها الاحتلال بدم بارد ضاربا بالقوانين الدولية والإنسانية عرض الحائط بحق شعب أعزل كل ذنبه أنه يعيش في غزة نتوقف مشاهدين الكرام مع فاصل قصير نعود من بعده لاستكمال هذه الطوطية الإخبارية فابقوا معنا موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من سلطات الاحتلال ما يؤدي الى طرد المزيد من اراضيهم سكان قرية ام الخير بالضفة اصبحوا عرضة بشكل دائم للتهديد سواء من جانب قوات الاحتلال التي هدمت ربع منازل القرية او من خلال هجمات المستوطنين التي لا تتوقف العشرات من سكان القرية باتوا بلا مأوى وبدون امكانية الوصول المستمر الى المياه والكهرباء ومنذ ان انشأ المستوطنون موقعا استيطانيا بالقرية تصاعدت هجماتهم بالاعتداء على الفلسطينيين وايهانتهم بشكل يومي وخلال هجوم وحشيا في الاول من يوليو اصاب المستوطنون حوالي عشرة اشخاص في القرية جراء الضرب بالعصية البنية التحتية عندنا دمروها تدمير كامل وانا يعني وانا اود اروح يعني وانا اود اشكلامين يعني انا بدي جنون يحميني بدي جنون يحميني وانا اسأل انا اسأل وانا اهل الجنون وفي الشهر الماضي وحده شرعت الحكومة الاسرائيلية في اطفاء الشرعية على خمس مستوطنات غير مصرح بها في السابق ونفذت اكبر عملية استيلاء على الاراضي في الضفة الغربية منذ ثلاثة عقود ومنذ بداية العدوان على غزة تقول الامم المتحدة ان عنف المستوطنين في جميع انحاء الضفة الغربية ادى الى نزوح 1260 فلسطينيا من بينهم 600 طفل من منازلهم في القرى مثل ام الخير ووثقت الامم المتحدة وقوع الف هجوم للمستوطنين في الضفة الغربية خلال الاشهر التسعة الاخيرة وللمزيد من النقاش والتفاصيل بتنضم إلينا عبر سكايب من رمالة دكتورة تمارة حداد الكاتبة والبحثة السياسية تحياتي لحضرتك دكتورة تمارة بداية الوضع الآن في قطاع غزة بيزداد سوءا يوم تلو الآخر وهذه الوحشية من قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت مستمرة كيف تقيمين هذا الوضع الآن خاصة مع هذه التحركات الأخيرة سواء بدعم القضية الفلسطينية من دول عدة أو من خلال ما قالته العدل الدولية بالأمس مرسى الخير لكم تحية لقناتكم الكريمة أولا استمرارية العدوار على أرض قطاع غزة هذا يعني أن مخططات إسرائيل ما زالت ينافذة وأنها تترجم ميقانيا عملياتيا أمنيا في أرض قطاع غزة لتحقيق أهدافها هذا يعني إطارة فترة التطاول إطارة فترة الوقت إطارة الوقت في أرض قطاع غزة تحديدا فيما يتعلق العمليات العسكرية الآن هم يريدون الدخول إلى المقلة الثالثة ما زال حتى هذه اللحظة عملية الدخول هي صحيحة تترجم ميدانيا على أرض قطاع غزة لكن لم يتم الإعلان عنها المرحلة الثالثة تقل بحرب الاغتيالات بمعنى اغتيالات شخصيات لها علاقة بالمقاومة الفلسطينية تحديدا المقاومة المسلحة بمعنى تحديدا الصف الأول أو الثاني أو الثالث الذي له علاقة باغتيال شخصيات تحديد فيما يتمثل البنية العسكرية هم يريدون تفكيك البنية العسكرية للمقاومة الفلسطينية وهذا ما يؤدي وجود مقاومين ما بين المدنيين الفلسطيني حسب ما يشير إليه الواقع الإسرائيلي هذا الأمر باستخدامهم القنابل أو تعتبر الأدوات التي تقتل المدنيين هذا ما يؤدي الضحية الكبرى ومدنيين الفلسطينيين استمرارية توليد المجازر وازديادها بشكل مكثف قبل عملية الوصول تحديدنا في متعلق نتنياهو قد يكون هناك وصوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليلقاء الخطاب في الكونجرس الأمريكي وأيضا ملاقاته لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية بايد لذلك خلال هذه الفترة لا أعتقد أن يكون هناك نوعا ما من ترسيخ أي نوع من الصفقات أو أن يكون هناك نوعا ما من الهدوء خلال هذه الفترة تحديدا نتنياهو حتى هذه اللغة لا يعطي أي نوع من الصلاحيات للوفد المقاوم بأن يسافر لقطر أو أن يكون هناك تواجد في أي منطقة أخرى فبالتالي نتنياهو معني بإطارة الفترة التفاوض وهو يريد أن يحمل كمادة أو ورقة تفاوضية من أجل أن يقدمها لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية وكأنه ما زال حتى هذه اللغة ما زال يستمر في عبرية تفاوض كيف يمكن أن توقع هذه الورقة التي تتحدثين عنها دكتورة طمارة هذه الورقة للتفاوض على ماذا يتفاوض أو يريد أن يتفاوض نتنياهو أولا نتنياهو معني بتحديد بتحقيق متسابات سياسية تحديدا لنيتنياهو قبل أي عملية تفاوض نتنياهو يعلم تماما أن هذه الصفقة إذا تم قبولها بشكلها الحالي هذا يعني انتصار لحركة حماس هذا ما يتدرع ما يشير إليه نتنياهو هو يعلم تماما أن إبقاء ست أسابيع لحركة حماس دون عملية وجود العمال الأدائية قد يتم عملية إعادة بنائها في قطاع غصة أو إعادة المنقاومين إلى المنطقة الشئمالية هذا لا يقبله نتنياهو هناك نقاط خلافية ما زالت عالقة حتى هذه اللحظة التفاصيل فيما يتعلق إعادة المسلحين المنطقة الشمالية فيما يتعلق نحو الفلد الكي فيما يتعلق من برنيت سريم فبالتالي هو يحملها فقط من أجل التحديث مع بايدن حتى المستوى بايدن بايدن حتى هذه اللحظة على ما يبدو أن هناك مشاورات بين الديمقراطيون بإزاحة بايدن والترشح لشخصيات أخرى لكن بايدن لا يريد أن حتى هذه اللحظة رسميا أنه مرشح للحزب الديمقراطية أو أن ينسحب حتى ملاقات نتنياهو حتى لا يعطي جهد من نتنياهو أنه انسحب قبيل ملاقاته لذلك بايدن ما زال حتى بديه أمل أن يتم الضغط على نتنياهو لقبول هذه الصفقة ونتنياهو غير معني هذه الصفقة وإعطاء جائزة تغذية لبايدن تحديدا فيما يتعلق أن نتنياهو معني بمجيء ترامب أكثر من بايدن وهنا أعمري تحقيق هذه الصفقة وهذا يعني أعطى نقطة سياسية مكتسب سياسي قبل انسحب بايدن من أي التراشح السياسي ربما هذا ما اتضح في اعتماد قرار عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية من خلال الكنيسة دكتورة طمارة أولا إذا تحدثنا بكل واقع الكنيسة الإسرائيلي قام بإقرار قراره بعدم القبول بالدولة الفلسطينية كدربة استباقية لما تم إقراره أو خروج الرأي الاستشاري من محكمة العادل الدولية المحكمة العادل الدولية أخرجت رأيا استشارية وليس قراره والرأي الاستشاري هو غير ملزم لإسرائيل الرأي الاستشاري قرار أن الأراضي الفلسطينية هي مقتلة وأن إسرائيل تحولت من احتلال مؤقت غير شرعي أصبحت الآن احتلال دائم غير شرعي يقوم بانتهاكات بضم الأراضي الفلسطينية ومصادرة الأراضي الفلسطينية وبالإضافة أنه يقوم بعملية طرد أو نزوح قصرية للواطنين الفلسطينيين ويجب التعويض الفلسطيني بهذا الأمر ولكن وإن كان هذا الرأي للعدل الدولي هو رأي استشاري ولكن هو يحدث للمرة الأولى أن تتحدث العدل الدولي بهذا الرأي بشكل مفصل بعدم حقية إسرائيل فيما تمارسه وما تنتهكه من حقوق الشعب الفلسطيني وبتدعم بشكل كبير القضية الفلسطينية طبعا أولا الرأي الاستشاري مهم جدا هو يعتبر قطوة أولى لإنهاء الاحتلال الرأي الاستشاري لأول مرة يخرج تفصيلات دقيقة ما تقوم به إسرائيل وجود أدل الله وبراهين أن إسرائيل انتهكت كل الاتفاقية فيما يتعلق اتفاقية جينيب الرابعة المادة 29 فيما يتعلق الاستطان إسرائيل استولت الكثير من الأراضي لاستمرارية الاستطانة وهذا مخالف بهذا الاتفاقية أيضا خالفت إسرائيل اتفاقية التمييز العنصري بما يتعلق تعاملها مع مدنيين الفلسطينيين وقتلهم أو عملية اعتقالهم فيما يتعلق أيضا استمرار بناء الجدار العازل الذي يفصل بين الواقع الإسرائيلي والفلسطيني هذا يؤدي إلى أخذ عدد كبير من الأراضي الفلسطينيين بشكل قصري أيضا فيما يتعلق التسوح القصري هذا مخالف أيضا للقوانين الدولية فبالتالي الرأي استشاره يعتبر كقرار تاريخي هو عبارة عن قرار قانوني أو رأي قانوني يستطيع المحاميين أو الحقوقيين استخدامه كمادة إعلامية يعني تتفقين أن هذا ركنا قانونيا مهما على طريق تثبيت الحق الفلسطيني إذن ما المنتظر من وجهة نظرك دكتورة تمارا بعد هذا الرأي الاستشاري للعدل الدولية وبعد أيضا دراسة المحكمة للتدعيات القانونية للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة إذا تحدثنا من منظور إسرائيلي نتنياهو يوم أمس أشار كيف سوف لحتل أرضا لأرض إسرائيل أو لأرض يهودا بالكفير أشار أن يجب إعادة الحكم والسيادة لدولة يهودا والسامرة يعني بمعنى الضفة الغربية اسمه الثلاثة أشار يوم أمس أن هذا القرار هو معادي لأسامية ويجب إعادة الحكم السيادة لإسرائيل أيضا كل القيادات الإسرائيلية رفضت هذا الصيادة فبالتالي من منظور إسرائيل سوف يستمرون في قدم الأراضي الفلسطينية وضمع تدريجيا بشكل تدريجي إلى دولة إسرائيل بمعنى استمرار الآن أخذ الأراضي المسنة فاسية ثم الأراضي المسنة فبا حتى يتم نسوحا قصرية للواطن كما يحدث في أرض التعقص من الشمال منطقة الجنوب إلى المنطقة الوسطى الآن هم يحاولون قدر الإمكان عملية نسوح الفلسطينية إلى منطقة مراكز المدن المسنة فائلة التي هي تحت إطار حكم الذاتي للسلطة الفلسطينية لكن من مدمار آخر قانوني السلطة سوف تتعامل من مجانب أنها سوف تستمر في سياق القانون الدبلوماسي الحقوقي أيضا الدول المعنية بإقرار وتثبيت حق الشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير أعتقد سوف تستمر بإعطاء الأدلة والبراهين لمحكمة العادل الدولية هناك محكمة الجينيات الدولية محكمة الجينيات الدولية أسمحت الآن بين مفترى الطرق إما أن ترضخ لعملية تأجيل محاكمة محكمة الجينيات الدولية فيما يتعلق مذكرة اعتقال نتينياهو بالإضافة إلى جلينت أو أن يكون هناك ضغطا من الدول تحديدا ألمانيا وأيضا هناك أصبح بريطانيا حتى هذه اللحظة لا يريدون أن يكون هناك محاكمة لقدمه من سياق التأجيل قدمه المحافظة حتى هذه اللحظة حسب العمال ما زال يحافظ على رأي المحافظة فيما يتعلق تأجيل محاكمة نتينياهو وأيضا جلينت تحت حجة وترائع أن هناك لا توجد اختصاص محكمة الجينيات الدولية في عملية اعتقال نتينياهو أو قال إن كونه أن كل الطرفين تحديدا إسرائيل هي غير عضو في محكمة الجينيات الدولية أو هي لا توقع أو غير موقعة على نظام رونا لذلك حتى هذا الرأي الاستشاري هو مهم ولكن قد يأخذ طويلا على الأمد المتوسط أو البعيد في عملية أن يكون هناك أدلة وبرهين تجمع كخطوة أساسية كتأثير سياسي سواء كان بفرض العقوبات على الوطنات التي تبنى في الضفة الغربية قد يكون خطوات هي متلاحقة مستقبلية مستدامة أن تحول من الفعل أن تكون هناك مستقبلا دولة فلسطينية لكن هذا الأمر بحاجة إلى استمرارية العمل من قبل الدول اللبعانية ويدفع نحو دولة بالإضافة إلى الدفع الفلسطيني الداخلي يعني مهم جدا العمل الداخلي الفلسطيني في استمرارية هذا الأمر بالإضافة إلى عملية الاعتراف المتوارد للدول الأوروبية أيضا مهم جدا لكن الأهم الآن هو الولايات المتحدة الأمريكية في أساس الاعتراف كما اعترفت في عام 1948 بالدولة الإسرائيلة لم تعترف بالدولة الفلسطينية فبالتالي الرقة الأساسي الآن هو على الولايات المتحدة الأمريكية كما جاء يوم أمس بوزير بتصريحات وزير الخارجية أنتوني بلينكين الأمريكي أشار نحن اعترفنا بإسرائيل لكن طمنا الاعتراف بالدولة الفلسطينية هم عبارة بوضاة إعلامية لكن أرض الواقع ميدانيا هم لا يترجمون حل الدولتين بالاعتراف بالدولة الفلسطينية أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة طمارة حدد الكاتبة والباحثة السياسية كنت معنا من رمالة عبر اسكايب شكرا جزيلا لهذه المداخلة مسارات عديدة سياسية وإنسانية تتخذها مصر لدعم الشعب الفلسطيني وفي إطار أولوية وقف العدوان الإسرائيلي المستمرة وتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان قطاع غزة ما يعكس الدعم المصري المتواصل للشعب الفلسطيني متابعوا تلك المسارات في العرض التالي ترجمة نانسي قنقر 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 منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة بذلت مصر كل الجهود الممكنة والمستمرة من أجل وقف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية الكارثية في القطاع وذلك جراء تواصل العدوان والحصار الإسرائيلي المزيد حول أبرز الجهود المصرية لمسندة سكان غزة ولدعم القضية الفلسطينية نتابعه في سياق هذا العرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وختاما شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة تقبل تحياتي أنحور محمد إلى اللقاء